اشتباكات بين قوتين من الشرطة والحشد الشعبي جنوب العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابعين الكرام وردنا الآن منذ لحظات خبر بيؤود أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم السلساء باندلاع اشتباكات بين قوتين من الشرطة العراقية والحشد الشعبي جنوبي البلاد وأوضح مراسل العراق أن الاشتباكات اندلعت في محافظة كربلاء وتسببت بجروح أربع عناصر من الشرطة وأضاف نقلا عن مصادر في كربلاء أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة سيارة تابعة للحشد اجتياز حاجز أمني للفوج التكتيكي في شرطة المحافظة وأشار إلى أن الفوج التكتيكي منع السيارة من المرور إلا بعد الحصول على نداء من أمن الحشد وبعد مشادات كلامية تطورت الحالة إلى اشتباك بالسلاح كل الحب والاحترام لكم أخواتي الكرام تحياتي لكم نتمنى منكم لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس واللي عم يتابعنا عبر صفحتنا على تيك توك نتمنى تزوروا قناتنا على يوتيوب من أكبر فيكم تحياتي لكم ولا تنسوا الدعم باللايك وتشترك بالقناة السلام عليكم اشتركوا في القناة